وصلت طائرتان مصريتان إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال لقاء نجره التلفزيون المصري أعرب المواطنون المصريون العائدون من السودان عن سعادتهم وشكرهم للرئيس السيسي للجهود المتواصلة وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن في البداية حمد للعسنة حضرتك شكرا لكم وكانتكم البجرة في الاهتمام بالمصريين والحمد لله احنا بخير الحمد لله ده واجب مصر طبعا تجاه كل مواطن مصري موجود في الخارج حمد لله سلامة الله يسلامك أخبرك إيه؟ في إيه سلام الحمد لله عايزين نتمنى على صحة حضرتك في البداية والله الحمد لله فضل ونعم إحنا بخير الحمد لله طالما أن الكادة السياسية الحمد لله برئيسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بينا كمصريين والحمد لله بيقدم الدعم دايما حتى في أحلج الظروف الحمد لله بخير الحمد لله حضرتك ساكن فين بالضبط في السودان؟ أنا مقيم في منطقة تسمى بوري في جاردين سيتي في شارع المعرض في الخرطوم يعني مقابل لمطار الخرطوم الدولي يعني كنت بتسمع صوت ضرب النار صوت الاشتباكات باستمرار طبعا؟ يعني أنا محتفظ بطلقتين جنب في شائتي يعني مش أكتر من كده يعني خرموا الإزاز ووصلوا لحد غرفة نوم الأولاد طبعا من الرعب بالتأكيد؟ والله الحمد لله رب العالمين إحنا كمصريين الحمد لله مهما في أحلك الظروف الحمد لله بنكون سبتين والحمد لله عدت الأزمة على خير الحمد لله الحمد لله طبيعة التواصل بين الجهات المعنية في مصر معاكو كانت عاملة إزاي؟ إزاي تواصلوا معاكو؟ إزاي وصلتوا لهم؟ هل كان فيه خاطة تليفون مثلا؟ هل بتسجلوا أسماءكو في استمارات في القنصوليات؟ والله المتابعة إحنا في الأول خالص لما حضرت الأحداث شفنا اهتمام فخامة الرئيسة عبدالتاح السيسي وقدمت مأنينا من خلال شفناها من خلال القنوات التلفزيونية ثم بعد ذلك السفارة المصرية برئاسة ساعة المستشار هاني صلاح الدين السراحة والأخ الكنصول تامر مونير في الخرطوم ربنا شفي كانوا كايمين بدور واجب بدور عظيم جدا عملوا جروب للمصريين في الخارج كان فيه اهتمام كان فيه نشر على الصفحة الرسمية للسفارة في الخرطوم على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية كان فيه رسالة اطمنان ان احنا هيتم اجلاجنا وكان الامر ده احنا كنا متأكدين منه كدا والحمد لله عدسة الحمد لله على السلام يا فن الله يسلمك يا فن يا اهلا وسهلا بيك يا حضرتك مقيمة في السودان بقى لك أديه بقى لعشر سنين مقيمة في السودان مقيمة بالأسرة كاملة هناك اه اه انا وزوجي وولدي المنطقة دي كان فيها شباكات لا 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 الشباكات كان في الخرطوم وفي أماكن تاني انا كان برسودان لا ما كان شفهاش شباكات دلوقتي طيب مين اللي تواصل معاكو عشان يقولك ان انتو خلاص جايين مصر السفارة المصرية اخترت المصريين اللي هم على ارض السودان ان فيه طيارة عسكرية بعاتها السيد الرئيس السيسي اللي هي حتشيلي الجالية المصرية فعلى كل واحد ان هو يسجل اسمه فسجلت اسمه انا وابني امبارح والنهاردة يعملوا كل الاجراءات يعني سجلت امبارح وجيت النهاردة اه وبرضو سجلت النهاردة اه اه ليه بقى يعني كل الاجراءات بتاعت في وقت واحد الحمدلله على سلامتكم نورتوا مصر وعايزين نعرف منكم بقى ايه اللي شفتوه من جهود اتعملت عشان ترجعوا مصر بالسلام هو اولا طبعا لما كنا منرنا على الاركام الكنسولية والسفارات كانوا بيرد علينا يعني ما كانش فيه مثلا مرة نرنا مثلا او كده ومسلا محدسش يرد او كده لأ كان فيه دمان تواصل اه الدكتورة سوهل سوهل جندي كانت دايما بتواصل معنا في الجروبات حتى برايفيت كانت بترد عادي جدا يعني مسلا مش حد مسلا مسؤول لأ ممكن مردش لأ عادي جدا بترد وكده لحد ولا اخر لحظة لحد اخر لحظة قالت خاصة انتمنتوا عليكم انت خلاص في ادواتي فيلم في المطار احب اشكر معاني الوزيرة الهجرة ساعدتنا ان احنا نرجع وحب اشكر الكوات المسلحة وسيد الرئيس انهم حاولوا يرجعونا يعني فاس رواته ممكن احب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزيرة سوهل جندي ووزارة الدفاع طبعا والقوات المسلحة على المجهود الكبير اللي عملوا معانا دوت وعني بنتمنى جميعا يعني ان احنا نكمل دراستنا في مصر يعني ان شاء الله يعني بزن الله طبعا كل الاحترام والشكر لأولا من الرئيسة عبد الفتاح السيسي ووزارتي الهجرة انها بصرحة كانت معنا لحد اخر لحظة وبرضو الكنسولية والسفارة لحد اخر لحظة وبرنوا على الاهلين وطمينوهم وكانت تواصل لحد اخر لحظة مفيش مرة وستبونا فيها يعني طبعا احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجايات المختصة اللي ساعدت ان احنا ننزل بالسرعة دي احنا نزلنا في مسافة كل العلو بعد 24 ساعة والزبط كميناش يعني انتواصلنا معهم بليل كنا نزلين الصب فاحنا بنشكرهم على المجهود دا يقول له والله بنشكر الكوات المسلحة والوزيرة والتبع الرئيس السيسي في الاول انهم يعني ساعدونا وانهم خرجونا من المؤذك اللي احنا كنا فيه دا وكتر خيرهم حسلم احبا والله اشكر اي واحد ساعدنا في الموقف دا في صراحة بخصوص وزارة الهجرة والدفاع المدني وكل حاجة ساعدنا والله انوصل لمسا سالمين امين والله اشتركوا في القناة